انا هستغل بقى صدور الكتاب وانه حضرتك معايا وناخد يعني خطين مهمين جدا في هذا التقريب قصة المشير تنطو وهو يعني طول الوقت كان بيكرر جملة انه هيجي وقت الناس تعرف احنا عملنا ايه وقدمنا ايه واستحملنا ايه من اللحظة اللي قالك فيها انت جبتلي مشاكل كتير بعد اللي انت نشرته عن المشدة في مجلس الوزرة لما كانوا عايزين يبيعوا باك القاهرة صحيح الى اللحظة اللي انت وقفت فيها جنبه في الهايكستيب وقالك ما تقلقش كله هيبقى تمام صحيح من اللحظة دي لللحظة دي شايفة تعاملت مع المشير تنطوي وماذا سمعت منه وتقليمك لدوره في المرحلة دي ايه شوف هو بالفعل اول لقاء بينه وبينه قال لي انت عملتلي بشاكل كبير ليه انا كنت في 2008 نشرت بنشد فكره في الوقت دي الدكتور فتح السور البيعات اللي قال لي اسكت تبقى كرسى انسى هذا الموضوع اللي فندب انا عايزة شوف الحقيقة قال لي انت عارف الحقيقة اقعد ساكت طبعا حصلت مشادة بعد كده يعني بين رئيس والمشير الرئيس قال المشير بعد عن الملف الاقتصادي وبتاعه حاجات بالشكل ده لكن انا عايزة اتوقف قدام ثلاث حاجات مهمة حاجة الاولة انه هي المشير طنطاوي في 16.05.2011 في لقاء له في اكاديمية الشرطة قال لم يطلب احد مننا ان نطلق النار او نستخدم العنف ضد المتظاهرين هذا لم يحدث للتاريخ الحقيقة لما تقال الكلمة دي الخطاب اللي نزل ما كانتش فيه العبارة دي كانتش فيه فانا خدتها من احد الاصدقاء في المجلس الاعلى قوات مسلحة بعد الخطاب بفضل واذعتها كنت بقدم بردامج في الحقيقة واذعتها الناس هزت الناس معقولة لانه كان يعني كنا داخلين على المحاكمات بتاع موضوع وكان الجو محتقن الى درجة كبيرة وكان مبارك في الحبس في الوقت دا جو كان محتقن جدا فان يطلع المشير في هذا الوقت الظرف التاريخي الصعب ويبرع مبارك قبل القضاء ويقول انه ما طلبش مننا وبالفعل الرئيس المبارك لم يطلب ودي حتى برضو قالها لي السيد الفريق السامعانان في اللقاء اللي حصل بينهم يوم واحد فبراير في الرئاسة لم يطلب اطلاقا اطلاق رصاص على احد ده واحد فكانت شجاعة من المشير ان يقول هذا الكلام في وقت كان في الصراع على اشده والاتهمات على اشدها واقتحامات لكل المقر الامنية وغيرها الحاجة التانية يوم عشرين نوفمبر بتكلم مع السيد الفريق السامعانان وبعدين فجأة كلمني قال لي انت فيني ونتو انا في البيت قال لي البس تعالينا في المجلس العالم وانا داخل جوه داخل وزارة الدفاع فكلمني اللي هو مختار الملة قال لي انت فيني ونتو انا داخل الوزارة راح للفريق السامع قال لي لا تعالي على مكتبي دخلت الحياة بعد ثلاث داية بالضبط لقيت سيادة المشير داخله معا اللي هو سامح صادق بين احنا والاربعة في الغرفة فبدأ يدردش معايا وبعدين قال لي ايه رأيك في البردعي رئيس حكومة ده في نوفمبر 2011 بعد سقالت عصام شرف فانت الحياة تخدت قال لي ايه رأيك في البردعي رئيس حكومة لان هو البردعي راح للسيد مراد موافي وبعدين السيد مراد موافي خده للمشير وقال له الراجل ده عايز يقبلك عشان بيعرض نفسه كرئيس للحكومة وتعرض الامر على المجلسة على قوات المسلحة خلينا نمسك المفاصل محمد البردعي يعني الاول محمد البردعي راح لمراد موافي ان يذهب به الى المشير ان يتوصلت المشير لانه يريد ان يطرح نفسه رئيس حكومة وانه مستعد ينفس كل الاجندة بتاعة المجلسة على قوات المسلحة في نوفمه 2011 اه فطرح الامر على المجلسة على قوات المسلحة وصار جدل حول هذا الامر فالمشير قال ما قال لي ايه رأيك قلتوا يا فندم في حكتين حاجة اولانية ان هذا رجل قصير النفس هيدرب كرسي في الكلوب ويمشي في اي ازمة وفي اي مشكلة اه وده اللي ثبت اتنين ان هذا رجل يحمل اجندة خارجية ومن ساعة ما جاءه في سنة 2009 انا في اشتباك معه ولدي ادلتي تلاتة رجل ده ما عرفش حاجة عن مصر رجل ده ليه تلاتين ات اربعين سنة ما دخلش مصر ولا شافها ولما بيروح قريته الناس طردته من بلده في اي منطق يعني فبص اللي هو سامح صادق واللي هو مختار من اللي هو قالهم انا مش قلتلكم طول ما انا موجود برا ده ده ما هوش مكاب بيننا للحقيقة والتاريخ ده واحد حاجة التانية في اول مارس 2012 جاء خيرت شاطر محمد مرسي وسعلي كده ولسه الترشيح ما تمش يعني اه وكانت الازمة محتدمة ما بين الاخوان والدكتور الجنزوري اه على الحكومة وكانوا مصممين انه يمشي الدكتور الجنزوري وفي الفترة دي الحقيقة كنت اسبوعيا مع الدكتور الجنزوري على الاقل ثلاث مرات فهيت لي استثمار فهيت لي استثمار يعني كل مرة على الاقل للساعة ساعة ونصف نعود نقش الامور والتفاصيل واحمل رسائل من هنا الى هنا بالواقع اللي كانت بتحصل عندنا دي فخدوا قرار بانه الدكتور الجنزوري لازم يمشي وحدث مشادات ومشاكل كتيرة في الموضوع ده فوصلوا في النهاية الى انه يقنع المجسد على القرية المسلحة ان خيرتشاطر يجي هو رئيس الحكومة خصوصا بعد ما عرفوا ان تقرير هاية مفوضة الدولة في المحكمة الادارية العليا حيقر بحل مجلس الشعب بدأت تقرير تسرب ان احتمالية حال المجلس فالك هنخسر المجلس ونخسر الحكومة لا ناخد الحكومة فعرضوا 200 مليار دولار استثمارات ساعة دي كتاتني قال احنا مستعدين نجي 200 مليار دولار اذا وفقت يا سيادة المشير ان خيرتشاطر يبقى رئيس الحكومة داي فانديم في مارس 2012 في اول مارس 2012 فالمشير زكي اللي بخلاص نشكل لجنة من المجلسة قوات المسلحة شك اللجنة من 9 من 9 من عضاء المجلس واعدوا مع بعض لغاية 11 بالليل مشير روح تاني يوم هو جاي دخل على اللي هو ممدوح عبد الحق قال له سيادة اللي هو ممدوح عملته ايه قال له فانديم خمسة وفقه واربع عترضه خمسة وفقه يبقى رئيس حكومة مقابل استثمار كنا في زنقه في الوقت ده ما هم بيقولولهم 200 مليار واربع رفضوا فالمشير قال له انا صوتي بكامل استغرب اللي هو ممدوح قال له قال له انا صوتي بكامل قال له صوتك بالتسعة يا فانديم قال له طول ما انا موجود لفي رئيس حكومة اخواني ولا في وزير اخواني وصدق المشير حتى اليوم الاخير لكان في رئيس حكومة اخواني ولا كان في وزير اخواني جينا بقى حصل جدل كتير بعد كده لما قالك ده المشير سلم البلد للاخوان اه بس قبل ما نروح لحكاية الانتخابات وازاي اداروا الانتخابات الرئاسية فكرة التعامله هو مع شباب الثورة بقى يعني هو المفروض انه كانت الفترة الانتقالية ستة شهور وقال المشير اكتر من مرة ان احنا كنا هنسلم السلطة بعد ستة شهور لكن شباب الثورة قالوا عدوا اكتر لان احنا عايزين ننظم نفسنا فمش هينفع في ستة شهور التعامل ازاي مع شباب الثورة؟ اللي طلع يوم اتناشر فبراير تلاتاش فبراير 2011 حدد المدة بستة شهور اه بالفترة الانتقالية في الوقت ده كان المشير اه كلم المستشار فاروق سلطان اه بعد 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 اللي حصل ده بعد اللي حصل على طول ومشيان مبارك المجزء على قوات مسلحة اللي هو مدوح شهين استدعى اه وزير العادل في هذا الوقت واستدعى معه رئيس المحكمة الدستورية العلية اه الاتنين جم فا اه طرح المشير على المستشار فاروق سلطان ان يأتي رئيس جمهورية مؤقت اه كرئيس محكمة الدستورية كرئيس محكمة الدستورية فالحاية السيد فاروق سلطان اعتذر قال له انه مش هينفعوا الوضع والبلد والمجزل على هو اللي بيتولى القيادة انتهى الموضوع عند هذا الحد فطلع يوم 13 الاعلان الدستوري لحد دلمدة بالاساس 6 شهور فجم من يسمون انفسهم باقتلافات الثورة قالوا لا مش هينفع كده احنا مش هنبقى عديني نفسينا الانتخابات ولا كذا مدوا المدة ظل المشير مصمما على اجراء الانتخابات يوم 28 نوفمبر انتخابات مجلس الشعب ومورث الضغوط من حزم ابو اسماعين ومن الاخوان وغيرهم ان تتأجد الانتخابات لانه مش مرتبين نفسهم ولكن المشير وحتى السيد لو تتذكى السيد منصر عيسى قال انا مش حاضره بقى مسؤول عن انتخابات والبلد بتولع المشير لانه صادق في وعده فقال لهم احنا لازم نسلم البلد باي شكل من اشكاله واحنا مش هنزيد عن 30 يونيو الجاي 2012 الا ونسلم البلد بهذا الشكل ودخلنا في المجلس الاعلى للقوات المسلحة الاجتماعات اللي كانت بتتمي مع الاحزاب في هذا الوقت جدل كبير جدا حول الدستور يا ترى حنعمل ايه ونسوي ايه ظل وانا ذاكر بالتفصيل المهام اللي كلفت بيها من المشير ومن المجلس لان انا اتصل بساعد الكتاتني عشان نعمل ونجيب اللجنة التأسير ده كل الاخوان ده ظلوا يضربوا فيه حتى اليوم الاخير والمشير ده باي سأل حضرتك بصراحة يعني تردد انه المجلس عسكري دعم دعم بالاشكال المختلفة تأسيس احزاب لشباب الثورة زي حزب العدل مثلا ده المشير اهلا في اجتماع اه اهلا مش هنم شدناكم فلوس و حزب العدل بتاع مصطفى نجار وعبد الرحمن يوسف اه 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 انتوا عايزين ايه ما احنا ادلاكم فلوس عشان نعملكوا الموضوع ده بل يمكن انا ذاكر في الكتاب تفاصيل الواقع اللي قالها السيد الفريق جلال هاريدي محادش يقدر انكرها اه دي مهمة جده محادش يقدر انكرها اني راح محمد ابو الغار وراح مصطفى النجار اتصلوا بجمعية الاسكان بتاعة الساقة وقالوهم احنا عايزين نجي لكم وعايزين نوع اللي هو جلال هاريدي لا كان فيه الرئيس اللي اجنب بس الفريق جلال هو المشرف اه 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 فالفريق جلال راح واستقبله منك فقالوه الفندم احنا يعني ايه ده محمد ابو الغار ومصطفى النجار وذكرها الفريق جلال لما انا اجبت اكلمت في اجتماع للمؤتمر قام قال الكلام اللي قال مصطفى حصل وروى الحكاية اه فقالوه اتنين جوني وقالوه الفندم احنا بجينا فلوس من الاتحاد الاوروبي بس احنا عايزين ندخلها تابعة الجامعية بتاعتك ودي كنتوا نسبة وناخد احنا نسبة ودي مبادر كبيرة فانتوا هتكسبوا فالفريق جلال حياة قال لهم ده 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 خيانة اه ازي انتوا تصورين انتوا نسيني ده ده الصعفة بقوات مصراحة كان وجلهم تمويل من الاتحاد الاوروبي بس مش عارفين دخلوه ازاي مش عارفين فقالك ندخلو عبر هذه الجامعية جامعية اه تاخدوا انتوا جزء وناخد احنا الجزء الاكبر وده كان الحال حال التمويل الاجنبي يعني يعني تشكل احنا هنجلها دي لا هنجلها القضية دي قضية التمويل لكن فالمشير ساهم وساعد شباب السواء اه طبعا من البداية واستقبلوهم وقعدوا معاهم وتكلموا معاهم ودلعوهم جدا كان الهدف هو احتواء كل الحركات اللي بوجودة ليه ما كانش بتكلم فقط بص انا اديك مثلا مرة مرة كنت عن سيات المشير وابعدين قدت معاها فترة طويلة انا والفريق سامي عنان وازن كان معنا اه زن كان معنا اللي هو مندوح 저희ين المهم بنقاش كبير وتوصلت معاك اني هنعمل حوار ث hasta انت بحامل معك حوار بعد نقاش طاويل قال لي طبают خلاص تجيب مين معك قرتولوه اجيب خونهة يسر والصلاح منتصر قال لي خلاص نتفق يوم السبت لا نتفق يوم الخميس هنعمل الحوار وانا نازل فريسة معنان بيقول ازاي انت اقنعته ده احنا كلنا فشلنا في اقنعه قلت له لا الصبر بمجرد ما حمشي سيد المشير حرفه قال ازاي عدنا ساعة ونص هنا ويقول فريسة معنان نعمل المحاور وودناها وسلمناها لله ويسري يدوب وصلت عند العباسية لقيت اللي هو يسري بيكلمني قال لي سيد المشير بيقولك خليها يوم السبت حيبقى في نادي الجلاء المشير كان عازف عن الكلام مش حبش يتكلم حيئة ويعمل في صمت ويتفانى في صمت ومش عايز حد يجيب سيرته في اي حاجة اطلاقا يعني الرجل ده فعلا زي ما قال اشترع من الستاذ هيكل كان عايزه تكلم هيكل طلب منه ده ومرة الستاذ هيكل طلب مني وقال لي دبر لي معاد مع المشير ده فعلا كلام سيد المشير راح قبله سيد هيكل في هذا الوقت وحاول اقناعه برضو بالكلام رفض مرضيش قال لا انا مش هتكلم هو اكلم مرة واحدة تقريبا زمان يمكن الخطاب واحد لا في الفترة الانتقالية لا الخطب دي عادي بقى هو اتكلم في الاطاح بالجنزوري يعني انا كنت شاف فيه حالة صبري شديدة جدا عنده وهو قاعد بيسمع لعدد من رؤساء الاحزاب والمسؤولين في البرلماني يعني رؤساء الكتل البرلمانيين عن الاخوان وهم عايزين يطيحوا بالجنزوري شوف الحياة الاخوان ايدوا الجنزوري في نوفمبر 2011 اول مجا اه يعني ما اعترضوش اتاري اليوم هدف خبيس وحكاهولي الجنزوري الحياة دكتور الجنزوري رحولوا يوم 6 ديسمبر 2011 وقالوا له احنا عايزين نرشحك لرئاس الجمهورية بشرط تجيب خيرة الشاطر نابيز الجمهورية اه اخر شاطر دا كان عندهم يعني حايلين بيه حطوه في اي حتة يعني عايزين حطوه في اي حتة طبعا انا هقولك الحصل مع المرشد كمان في الموضوع اه